ايه النتيجة لما يكون متجوز وحدة قبطية معايا في البيت ومخلف منها بولد وبنت ويجي اعياد الاخباط وماقولهاش كل سنة وحضرتك طيبة ويعني سنة سعيدة عليك وكل سنة وحضرتك طيبة بانك انت طبعا مش هقولها حضرتك طبعا انت بدن متجوزها يعني يا فاطمة مسلا اي حاجة مريم كل سنة وانت كل سنة وانت طيبة النتيجة النتيجة اللي هترجع لنا يعني اللي هتحصل ما بين العيلة دي النتيجة لما جاري اللي بقالي جنبه في نفس العمارة في نفس الدور في نفس البيت ماقولوش كل سنة وانت طيب يا زميلي يا قبط يا جاري يلي دايما وقفت جنبي وانا عيان بالليل وانا وقفت جنبك النتيجة النتيجة لما يبقى المجتمع مش مجتمع كله إسلامي ويكون فيه نسبة كبيرة جدة من الأقباط ونعمل فرقة ما بينه وما بين بعض النتيجة إيه المكسب؟ إيه المكسب اللي حيرجع علينا؟ وإيه الخسارة؟ وإيه الخسارة اللي حتنتج حتبقى نتيجة إن أنا أقول للآخر كل سنة وإنت طيب ودي له مشاعر حب وأخاء واحترام هنقصر إيه؟ معايا ضيفي الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة صادقا وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر العلوم والتكنولوجيا صباح الخير يا فن أهلا بيك وسهلا باركا مباركا جمعة مباركة ومنورنا حضرتك في الستوديو شكرا جزيلا فتاوي كتير عما لا تطلع في اليومين دول أو بعد ثورة 25 يناير بمعنى أصح بشكل أكثر مع وصول الطائرات الإسلامية للحكم في مصر كثير من الفتاوى بتزيد الفرقة ما بين الشعب المصري وبعضه أنت محجبة ولا مش محجبة أنت ملقبة ولا مش ملقبة أنت لابس دقنا ولا مش دقنا للناس أنت لابس جلبية ولا مش لابس جلبية لا من بعيد كده لا أنت مش مسلم أنت مسيحي الفتاوى دي هتودينا لغاية فين في الآخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد هو لازم نرجع بهذه الفتاوى إلى مدى بعيد ما هيش جديدة إنما هي متجددة ودايما في مثل هذه المناسبات بتظهر بشكل أكتر هي قد تكون ظهرت على السطح بشكل كبير جدا نظرا للفضاء اللي أصبح مفتوح للجميع الفيسبوك المواقع التواصل الاجتماعي بشكل أو بآخر الفضائيات حرية الكلمة اللي أصبحت ممنوحة بشكل كبير الأصوات اللي أصبحت يعني تعلو بلا ضابط أو قيد وغالب هذه الفتاوى بتبقى فتاوى غير مسؤولة يعني هو لا ينظر لقضية المقال زي ما حكت فضلت كده لو ماذا لو هو ما بدرش ماذا لو هو قد منه ناص بيحاول يطبق هذا النص بغض النظر عن المقال بغض النظر عن النتيجة هي إيه يعني هو بينظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام نتتبعونا سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فقالوا من يا رسول الله اليهود والنصر قال فمن غيرهم أو فمن إذن فبينظر لهذا النص على أنه أي تقليد بشكل أو بآخر سواء كان في أمور دنيوية أو أمور دينية نافع أو دار له علاقة بالعقيدة أو ليس له علاقة بالعقيدة وينظر إلى هذا التقليد بشكل أو بآخر على أنه أمر ديني ولا يجوز بينظر إلى التهنئة بمجرد التهنئة لا ينظر إليها كنحية اجتماعية بينظر إلى منحة شرعية أنت بتقول لإنسان بيحتفل بعيد القيامة وبسميه عيد القيامة المجيد وبيطلق عليه كلمة المجد يعني العظيم المقدس بيخالف عقيدتنا دون المقال إلى ما يترتب على أنه هنأ أو ما هنأش وبيحرم ده على اعتبار أنه عقيدتنا ما بتقولش بهذا وبالتالي لا يجوز أن أقول لك ويخشى وده الإشكالية الكبيرة في التصور بيخشى أنه لو قال لأخيه المسيحي بمناسبة عيد القيامة كل سنة وإن تطيب إذن هو شاركه في هذه الثقافة وهذا الاعتقاد وبالتالي يمكن أن يكون قد خرج عن الدين فده التصور عشان بس نبقى عذرين للناس اللي بيفكروا بهذا الفكر لابد أننا لما أدرس فتوى أو أدرس رأي أعرف الخلفياته إيه الخلفية اللي وراك كلام ده إيه فيه خلفية ثقافية موجودة وبالتالي تطلع للنهاردة على بعض الفضائيات أو غيره يطلع أنه شيخ الأزهر غلط لما هنى البابة ودرس بعيد القيام أو أنه علماء السلطة والحمد لنا ما نحنش فيهم دلوقتي أنه علماء السلطة بيعملوا تنازلات علشان بيروحوا يهنوا إخوانه المسيحيين بالأعياد الديني دي الخلفية والثقافة اللي طلع منها أنصار هذه الفتاة باحترمهم بقدرهم لكن تحتاج لمناقشة المناقشة المبدئية هي هل معنى أنه واحد قال لسين أو صاد أو عين كل سنة وانت طيب هل معناه أنه وافق على الاعتقادة بالتأكيد لا هل يترى أنه لما الإنسان يقول لأخيه المسيحي أو حتى اليهودي أو حتى الغير الديني خالص غير الديني خالص الإنسان لو ملحد وقال لك سنطيبهم نزبط مثلا سنة جديدة أو عيد حتى عندهم أو خلاف ذلك هل معنى ذلك أنه بيكره على عقيدته الإجابة لا وبالتالي إحنا محتاجين الحقيقة نوسع شوية الأفق في هذه المسائل بنقول لهم أيوة تخوفكم في محله لكن بدل من نقول للناس حرام 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 تعال نقول للناس العقيدة الصحيحة بتاعتنا واحد اثنين تلاتة أربعة وفي نفس الوقت لما هقول لأخوي أو جاري أو زميلي أو لآخر وكسون تطيب وأنا عقدتي ثابتة ورسخة ده ما هواش يأثر علي في حاجة ويبقى ده من دورة التعايش إلى آخره ده المفروض الميزان اللي نزل به الأمور ومش من الصح إننا علشان مقتنع بفتوى معينة إننا آجي على أصحاب الفتوى الأخرى وجهلهم وخلاص أو أقول لهم أنتوا كده جاهلة أنتوا كده فألا هم الحقيقة مش جاهلة هم أصحاب ثقافة لكن الخلفية محتاجة يعني شوية يحصل حوليها مناقشة عشان نقدر نوصل على يعني إحنا ليس أمامنا من خيار يعني جايز قبل الثورة كان فيه التلفزيون الرسمي اللي بيقول والفتوى الرسمية بتطلع من الأظهر بتقول وشكراً والكل ينصع لهذا إحنا لا ما إحناش أمام هذا الوضع والوضع لا ما كانش صح وحتى كنت لسه بناقش الأخت المعدة بارك الله فيها بقول لها أنه حتى في التوقيت نحن كنا غلطانين ما كناش بنبز الرأي ورأي الآخر وبالتالي ما جيش نقدر أعتب بقى على من كان له صوت أعلى إنه يقول أنت رأيكو غلط ويسكت لا نتناقش حول الرأيين ونوصل لرأي وسط الرأي الوسط في تصور أننا هفرق بين العيدين بين عيد عادي وبين عيد عبادي أو تعبدي أو اعتقادي العيد العادي سنة 2013 هتجع علينا بعد عدة أشوة سنة 2014 هقابل أخويا المسيحي وغير وقوله كل سنة طيب أمر عادي يعني ليست فيه إشكالية الأمر الذي يتعلق بالعقيدة أو يتعلق بالعبادة في الحالة دهيا أنا حتى لما بقول للمسيحي أو لليهودي ولا لغيره كل سنة طيب لازم أراسخ في بالي وفي ذهني أني بقوله كل سنة طيب بس عقدتك اللي عندك دي أنا مش مؤمن به أنا مؤمن بأن سيدنا عيسى المسيحي على السلام سيقوم بس مش سيقوم بهذه الثقافة التي عندها بأنه سيعود إلى الحياة من جديد سيعود إلى الدنيا كتابع من أدباع النبو محمد عليه الصلاة والسلام سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحل الحلال ويحرم الحرام كفرد من أفراد هذه الأم وإنه عليه السلام سيدخل المسجد ليصلي فإذا بالجماعة قد أقيمت وإمام المسلمين عندئذ أو أحد الأئمة قد تقدم ليصلي فيقوم يقول سيدنا عيسى تفضل أنت صلي أنت يقول له لا أنت إمامهم بعضكم لبعض الأمم ويصلي سيدنا عيسى مأموم في جماعة يا أمها ربما المهد المنتظر أو خلافه من أبناء الأمة الإسلامية فأنا مؤمن بده وبالتالي اللي بقول لكل مسلم لو حتى اضطررت للتعايش للجيرة للناسب للزمالة لآخره ما عندناش مشكلة بشرط بقى العقيدة واضحة إنها مش هاجه تستطبق ليه كلمة اضطررت لما؟ ليه اضطررت ليه كلمة إنك تضطر إنك تتعامل مع جاري لا ما بقولش اضطررت أنت تتعامل يعني إيه كلمة اضطررت كلمة اضطررت إنها مهياش الحقيقة على سمد عيد ديني في العيد الديني ومناسبة الدينية اللي أنا مخالف فيها بدون نقاطع كلام حضارك مع ريش أنا أسف حاجات من حضارك طبعا فضل مهم دي الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيتعامل مع القفرة بتعامل كان معهم بهذا المنطق إنت لو تطررت إنك تنت تقوله كل سنة وانت طيب لا هم ما كانش عندهم ده على فكرة يعني دايما كان في تميز يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دايما إحنا من أول ما من 1434 سنة وإحنا بنقول للرسول عليه الصلاة والسلام كان طول الوقت بيحاول يحبب الآخر فيه من قبل لما ينزل عليه الرسالة وهو الصادق الأمين اللي الناس كلها في المنطقة بتاعته كان بتحبه معلش نبتكلم بالصيغة رقيقة وبسيطة يعني طول الوقت عايزي حبب الآخر فيه اسمحني إزاي اضطررت يعني كلمة اضطررت إنك أنت تقول مراتك المسيحية القبطية كل سنة طيبة مش ده بالتكلم على تحبيب الآخر ده عمر ما هيكون فيه من ناس بني أقوله كل سنة طيبة ولا حتى أروح أعيده وأعيد علي في الكنيسة بتاعته إطلاقا إنما بالتعايش المحترم السلم اللي بينا الود والمعروف اللي ربنا أمر بيه بالبر والإقصاد في التعامل بشكل عام إنها مش هروح النهاردة أضربه في كنيسته وهدمهاله وبعد شوية أقول لكم طيب أنا كده بعمل حالك وياس لا هي ننظمة الإسلام منظمة قيامية أخلاقية بتأمرني بالحب والتعايش مع بني البشر جميعا وسالم من سلامني ولا أعادي إلا من عاداني بل أعفو وأصفح إن استطعت والقرآن الكريم أمرني بهذا إنما إنما عمري ما هتوقف عند حتة أصل هو ده إلا هيحل الموقف لا ده مش يحل الموقف وإحنا بنفرق بين برضو حكتين بنفرق بين خالي ولادي وبين مراتي وبين من تربطني بينهم صلة نسب ده طبيعي إحنا نحن نتكلم على في العموم في الزمالة في الصداقة في إلى آخره مرة تاني أؤكد إنه في الأعياد العادية مفيش فهي إشكالي والأمر فيه ساعة لكن في الإعيادة الدينية مرة تاني أؤكد إنه لو فعلت هذا تبقى عندي عقيدة راسخة واضحة وده اللي المفهود نعلمه للناس يعني بدل ما هتطلع استنبا ده حرام أو هتطلع استنبا ده حلال ده غلط وده غلط والوسط هو ما أذكره أو ما أحسب أني بذكره دلوقتي وهو إنه يبقى فيه عقيدة راسخة واضحة متميزة عند الناس ما تبقاش فيه يعني ما تبقاش فيه خلل في المفهوم الثقافة حتى يتميز المسلم دكسور سالم من 1434 سنة كان فيه أو الإسلام دخل إمتى مصر تقريبا تقريبا على سيدنا عمر يعني في السلمات الأولى هل من 1434 سنة كان فيه مسيحي ويهودي ومسلم التلاتة دول اللي كانوا عايشين في دور واحد في عمارة واحدة وكانوا جرام بقالهم 1434 سنة بيقولوا البعض كل سنة لا ما نجزمش بدا نجزم بإيه نجزم بأنه هم عايشين مع بعض بسلام واتعايش طيب كنا بنقول كل سنة وانت طيب يا إيميل وكل سنة وانت طيب يا ماريا ماجارتي هل في حد ساب الإسلام بشكل بقى يعني اللي احنا متخوفين منه دلوقتي أنه احنا لازم نحط العقيدة ونفهم هل في حد ساب مثلا الإسلام وراح مثلا تدين اليهودية وتدين المسيحية ما عندناش حد منه يتبنى فتوى التحريم المطلق عشان قال كل سنة وانت طيب عشان ما معناش حد لطرف آخر يتبنى فتوى التحريم المطلق يجب أن أنا أتكلم بالمنطقين حال هو لا يقول أنه هيغير دينه لكن الناس اللي عندن نوع من التميع ما بقاش فاهم بمعنى أن فيه ناس بتحتفل برأس السنة الميلادية على سبيل المثال أكثر مما تحتفل برأس السنة الهجرية هم عندهم الاتنين مش حاجة اسم احتفلات لأن العدين هما الفطر والأطحى دي قضيتي إنما أنا بدي مثل بسيط حصل نوع من التميع نوع من التميع وأصبح المسلم بيعرف سنة 2013 و14 الميلادية لأخره وبيستعد ليها أكثر بيستعد لغيرها وربما لا يعرف دخول السنة الهجرية إلا من خلال الأجازة اللي بتجيله وهكذا وبعضهم بيستعدوا ربما لهذه الأعياد أكثر من ما يستعد لأعياد الفطر وعادة الأطحى فأصبح هو مش خايف على العقيدة بشكل مطلق لا العقيدة رسخة في النفس وفي القلب مفيش إشكالية إنما هو خايف من التميع من التميع التميع يعني إيه إنه يبقى عنده نوع من الغلط مش فيهم الغلط مش فيهم الغلط مش في 2013 ميلاديا وعشان كده النهاردة في إن إحنا 1434 هجريا إحنا اللي ما عملناش حاجة تحب بالناس لا ما حصلش أو مركزناش مركزناش في إن إحنا نعمل حاجة زي ما هم عملوا احتفال مثلا بالميلادية سنة ميلادية بشكل أو بآخر أنا أتكلم عن التميع اللي حضرتك بتتكلم فيه إحنا ما عملناش إن إحنا ربي ولدنا إن إحنا مثلا نبقى فيه اليوم ده مثلا بنقعد نقرأ قرآن إن إحنا مثلا أن اليوم ده بننزل نعمل خير يعني الغلط في نحنا مش التميع إن أنا أقوله عليه هو خليني أقول بوضوح إن أنا رحت احتفلت معا في الميلادية لا 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 هو يبدو إنه العولمة بما فيها من إيجابيات وسلبيات تغط علينا بسلبياتها أكتر من إيجابيات تمام أنا معاك العولمة الثكافية العولمة الاجتماعية إلى آخره فأصبح فيه نوع من الميوعة تمام الميوعة هنا مش معنى إن إحنا بإسلوب قلة الأدب لا قدر الله أنا لا أعني هذا الإطلاق وإنما أعني التميوة إنه عدم الوضوح والتميوز أنا هدي مثلا بسيط جدا للنبوة لما قرر أن يجمع الناس على الصلاة هو جاء من المكة المكرمة على المدينة وبيكتمع الناس للصلاة كده وخلاص بينادوا على بعض ويخش ويصال أو بيعرفوا المعاد ويخش ويصال ما فيش حاجة تقول لهم تعالوا صلا ففكر النبي الكريم أن يجمع الناس على شيء ما وفعلا قال لهم إيه رأيكم نتخذ الناقوس ندق الجراس زي ما الكنيسة بتعمل أو زي المسعين بيعملو فالنبي كره ده لكن ما قالوش حاجة وسكته حد تاني قال خلاص نجيب بوق ننفخ كده في زمارة كبيرة صفارة كبيرة قوي تجمع الناس زي ما بيعمل اليهود مجموعة تالتة قالت لا نحن نوكد نار كبيرة قوي لما الناس تشوفها وتشوف الدخان يعرفوا أنه وقت الصلاة حاضر تفرقوا ولم يختاروا شيئا من ذلك فجاء البعض الصحابة رؤية كريمة ملك عظيم في صورة جميلة كده ومعاه نقوس الديني ده قالوا لا 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 جاء مرة بالبوق الديني ده قالوا لا قالوا طبعا زي ما اجتمع للصلاة الديني حاجة فعلمه الأدان فأصبح المسلم متميز بأدانه ده ما يعنيش ما عندناش كواسم مشتركة بدليل أن ده ظل يستقبل القبلة الأولى بيت المقدس على الأقل في المدينة من 16-16 شهر فعندنا كواسم مشتركة بس فيه أمور في شعائرنا العامة في ظروفنا العامة خلتنا نتميز لما جات العولمة وعالم الاتصالات والكلام ده كله وأصبح العالم كله قرية صغيرة بقى فيه نوع من التداخل في الثقافات على فكر يعني عيد شامل ناسيم ده لما نجي نكرر ونشوفه جاي منين هنلاقي كان عمد الفرعنة في الأساس وبعدين تحول إلى اليهود لأنهم كانوا قاعدين في مصر ولما انتقلوا انتقلوا بيه كعادة ورجع هذا إلى المسيحيين يعني فيه الأمم بتشرب من بعضها وبتثقف من بعضها ففيه قلق عند من يحرمون الاحتفال بهذه الأشياء من أنه يحصل نوع من التميو عند المسلم ضد التمييز ما يبقاش عنده تمييز لا في سلوك ولا في أخلاقه لو تسمحني أن هذا الأكبر من هذا عشان أتكلم ببضوح لا هو تهنئة مسيحي ولا يهودي ولا حتى ملحد الأكبر من هذا أنه نرجع تاني الثقافة الإسلامية الصحيحة التي تتمثل في السلوكيات والأخلاقيات الطيبة وأفرض نفسه على المجتمعات بعملي وإنتاجي وإبداعي وخلقي وثقافتي زي ما فرض العالم الإسلامي في بداياته وفي أوساط عمره نفسه على الإسلام بقيمه وأخلاقي ونشر الإسلام في الدنيا وعلمه طبعا وإنتاجه لما العالم يحتاج إليه والعلم بالضبط اللي هم أوروبيين واللي هم كانوا عايشين في عصر الجهل وعيش الظلام كان الإسلام هو العلم ساعتها هفرد نفسي وثقافتي إنما أفضل بقى أتكلم في أنه هو كذا ولا كذا ولا هقول له آه ولا لأ يعني خلينا نهتم بنفسنا ونبقى كويسين أحسن لا تمام ولا نغلطان صحيح طب إزاي بقى نعمل ده ونرسخ ده في أبنائنا أولا هنعترف بثقافة الاختلاف يعني لازم نعترف بثقافة الاختلاف ونؤمن بيها ونبقى مدركينها ويحترم بعضنا بعضا وما فيش داعي للتراشقات ما يطلعش حد وشيخ الأظهر غلط وشيخ الأظهر يطلع المتحدث بنيابة عنه لا دول جهلة ما عادش ينفع ده لازم من ثقافة الحوار والاتفاق على إن فيه أرضية مشتركة لازم نشتغل عليها نرسخ القيم والأخلاقيات نتعايش مع الآخر معاشة طيبة ما جيش نرضى لكل سان طيب وتاني يوم أحرق له بيته ولا أحرق له غيطه ولا كلام ده كله وتحصل مصيبة هنا وهناك وبنت تهرب ولا تعمل فنعمل مشكلة ده الحقيقة ده هو ده الخطر ده الخطر مش إننا قلت لكل سان طيب ولا مش كل سان طيب تهنئة رقيقة في النهاية بقولها لن تغير عقيدة ولن تغير إطلاقا في علاقة بربنا سبحانه وتعالى إلا يغير في علاقتنا بربنا إننا أسيء إلى الآخر حتى لو كان غير متدين بدين إسلامي بدين عفوا سماوي الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة سابقا وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر العلوم وتكنولوجيا نورتنا فندم شكرا جزيلا لحضرتك معاش سمحني إن أنا بحاول أخلي الحوار سخني شوية عمل أجدل مع حضرتك شوية وأقول لك أراء تاني بحيث أنك أنت تقدر تلد عليها أكثر وأكثر سعيد بحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا دا كان يومنا النهاردة في نهارك سعيد وبكرة إن شاء الله يوم جديد ويا جماعة قولوا للأقباط كل سنة هم طيبين مش هتخسروا أي حاجة بل هتكسبوا الدين معاملة نهارك سعيد